عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي حدد الإطار التنسيقي اليوم موعدا جديدا لانتخاب رئيس البرلمان وما تزال الخلافات بين المكون السني عالقة دون إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد حيث تتجه قوى الإطار التنسيقي إلى تحميل المكون مسؤولية الإخفاق في حسم هذا الاستحقاق طبقا لقيادي سنية وتوقعت أطراف سياسية تعطيل جلسة الانتخاب بسبب فشل تمرير أربعة قوانين خلافية في الجلسة الأخيرة وكان البرلمان رفع جلسته بسبب مشدة كلامية بين نواب سنة وكرد على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها لكن الأحداث تعقدت بعد انسحاب مفاجئ لرئيس حزب السيادة خميس الخنجر وبات عضو البرلمان سالم العيساوي مرشح مستقلا بعدما تراجع حزب السيادة عن دعمه بينما تصعب عليه منافسة المرشح محمود المشهداني الذي يحظى بدعم منور المالكي ومحمد الحلبوسي ترجمة نانسي قنقر